اول سؤال وصلنا بيقول السلام عليكم يا مولانا لو سمحت عاوز اعرف متى تكون المرأة ناشزا وما عقابها عند الله سبحانه وتعالى السؤال ده يا سيدي انا بعتبره سؤال مفخخ يعني ايه سؤال مفخخ يعني السؤال ده انا اول ما اجاوبه صاحبه ايروح يقول لزوجته وهي ناشز صحيح الناشز النشوز النون وشين وي ازاي ناشزة كلها بتعبر على الخروج والناشز عندنا في اللغة بمعنى الشخص اللي تجاوز الحد لكن الناشز لما نجي نتكلم عنها في الكلام في الاستلاح الشرعي فهي المرأة اللي بتستعلي على زوجها ومش بس بتستعلي على زوجها اللي بتستعلي على زوجها عندما يطلب منها ما هو فيه طاعة فلا تطيع زوجها ونزيك احنا عندنا فكرة ان ايه حاجة اسمها الطاعة الرشيدة يعني ايه الطاعة الرشيدة الطاعة الرشيدة دي ان الاستجابة للزوج فيما يأمرها فيما وجه فيما امرها به الله سبحانه وتعالى ساعتها المرأة تكون طائعة وساعتها ما تكونش ناشز يبقى النشوز هو الاستعصاء الامتنع والترفع من النشوز وهو مرتفع وظاهر يبقى دوات معنا النشوز لكن في الشرع هو معصية المرأة زوجها فيما فرض الله عليها من طاعته والمرأة الناشز هتبقى هي المترفعة على زوجها التاركة لأمره والمعرضة عنه يعني ايه؟ يعني ان اللي هي بتعمل الكلام ده هو بيأمرها بالطاعة هي ايه فايدة المعنى ده؟ فايدة المعنى ده هي فايدة ان الانسان يكون عنده حد بيعينه على البر والتقه يعني النشوز ده مش جاي لتسليط الرجل على المرأة لكن ليه؟ هو جاي زي ما احنا شفنا كده جاي عشان الزوج يكون عاونه لزوجته على ايه؟ على طاعت الله يبقى فكرة منع المرأة من النشوز جاية عشان تبقى الشيء او شكل من اشكال الامر بالمعروف يعني ايه الامر بالمعروف؟ انه هو بيساعدها على الطاعة لكن فيه كتير من القراءات اللي احنا شايفينها في حياتنا بيخلي كلمة النشوز صف مصلط على السيدات في ان هي تستجيب للزوج فيما اختلفت فيه القراء يعني ايه؟ ما تلبسيش اللبس ده اللي هو لبس مفوش معصية ما تلبسيش اللبس ده انا مش عايزك تلبس اللون ده وها لبسة لبسة شيء فتلبسه انت ناشس ما تكلميش والدتك فاتكلمها عشان بر الوالدين انت ناشس كل التطبيقات اللي فيها نوع من انواع التسلط مش هتكون تحت النشوز لكن التطبيقات اللي فيها عون على طاعة الله هي دي المنع من النشوز لكن الزوج لو قال لي زوجته ما تعمليش الاسم الفلاني ده واجب عليها ان هي تطيعه واجب ان هي تسمع كلامه وعشان كده انا بقول ليه كلام ده ده الكلام ان انا اقدر اقوله في السياق العام انما لما واحد يستفتيني هو دلوقتي سألني السؤال ده عشان نتكلم في الشأن العام لكن لما يجي يكلمه ونزاك المفتي لازم يفرق مبين حاجتين ما بين الفتوى العامة والفتوى الشخصية طيب انا بقول كده ليه عشان ما ياخدش الكلام ده لان المرأة اذا باتت وزوجة علي غضبان باتت تلعانة الملائكة صحيح هو السؤال بقى التحديد ده بقى في كل الاحوال بيبقى مرجعه الى الرجل الى الزوج لا في كتير من الاحيين هو محتاج يسأل لان في بعض الاحيين بيختلط مفهوم نشوز المرأة مع مفهوم حمايتها نفسها زوج بيدرب زوجته وهو اميرها انه ما تخرجش من البيت فبيضربها فيتركت البيت عشان تحمي نفسها من الضرب ومن الازاء فيجيوا لها انت ناشز المفروض اضربك وتفضلي في البيت لا 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 ده مش نشوز ده واحد ده واحدة بتحمي نفسها من الازاء بتحمي نفسها من ان واحد يتجاوز معه ويرتكب كبيره ويرتكب حماقة لان الضرب عندنا كبيره وحماقة لانه فيه تضييع للأسرة ومحدش يستدل باي شيء ورد عشان يجوز لنفسه انه يضرب زوجته ده بيجلدها وده التعدي وتعريد النفس الى الازاء وحفظ النفس ده من المقصد الاول من مقصد الشريعة فاذا لا لا اللي انت بتقوله ده من الصحيح وعشان كده بقول ان في التطبيقات لازم يرجع ويسأل لانه لو ما سألش ممكن يعمل حاجات ويملأ نفسه ده اللي احنا بنشوفه بقى في جلسات الإرشاد الزواجي دي ناجز ده خرجت من بيت تقول لي خرجت من بيتي ده ده فتح وشي ده كسر دراعي استنى لغاية ما يخلص علي ده واحد مصاب باضطراب نفسي افضل موجودة لغاية ما يقزيني ويقزي اولادي فده هو ده هو مدمن وهو مش راضي يروح يتعالج واعد يقول لي لما جيت مقدرتش أعيش معاه لان ظرف الإدمان ده ظرف مش ينفع ان انا أعيش فيه فبيعتبرني انا لما سبت البيت لان انا خايفة بقيت مرعوبة انا مش عارفة الإدمانه ده طيب يوصل له غاية فين فبيقول عليها ناشس لا كل الكلام ده مش نشوز بلازم نفهم الكلام ده نفهمه بشكل واضح لان احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نساعد الناس على الاتزان مش بنساعد الناس على ان هي تضطرب وما تكونش في شكلها الصحيح ولا حياتها تكون على قدم الاستقامة